لم يتحمل والد العروس الطلب الغريب وغير المسبوق الذي طلبه العريس من العروس في الجاهة العائلية التي حضرها الجميع ليقوم والد العروس أمام الجميع باتخاذ موقف أنهى الارتباط كله فماذا حدث؟ ضجة واسعة على السوشال ميديا أثارها الموقف الغريب وغير المسبوق الذي جرى خلال الجاهة العائلية التي أقيمت في الأردن ففي أجواء من السعادة والفرحة والمودة التي سادت على وجوه الجميع تقدمت أسرة العريس أقاربه في جاهة عائلية إلى أسرة فتاة أراد الزواج منها وهو الأمر الذي لاقى قبولا من أسرتها والذين فتحوا أبوابهم للعريس وأهله لكن وبدلا من أن تمر الأمور كما يحدث عادة في أجواء عائلية جميلة بدلا من ذلك قرر العريس أن يطلب شيئا استفز أهل العروس لدرجة جعلت والدها يرفض القبول به ويقوم بترده هو وأسرته بسبب الموقف المهين الذي قام به العريس فأمام الجميع وبحضور الأهل من العائلتين طلب الشاب من العروس التي دخلت لتصافح أسرته طلب منها أن تقوم بغسل وجهها ليراها دون ميكياج في موقف مدهش أثار حالة من الاستغراب بين كل من سمعوا به الموقف الذي حمل دلالات كبيرة منها أن العريس ربما يعتقد أن الفتاة ليست جميلة وتخفي ملامحها الحقيقية وراء الميكياج ومساحيق التجميل التي تستعملها وهو أمر يشكك ضمنيا في أمانة أهل العروس ورغبتهم في خداعه وإخفاء حقيقة شكل ابنتها عن العريس أثار كل ذلك استفزازا صارخا لوالدها الذي لم يتحمل لا على كرامته ولا على سمعة ابنته ما حدث فقرر أن يخرج عن شعوره على الفورة ليقوم بطرد أهل العريس بعد الموقف مباشرة وبالطبع بعد أن نهر العريس على ما فعله لم يقتصر الأمر على إنهاء الزيجة فقط بل قرر والد العروس أن يقوم بطرد الجميع وينهي فكرة الارتباط من أساسه حيث رأى أن ذلك هو أفضل رد على الخطأ الفادح الذي وقع فيه ذلك الشاب مع العروس وأهلها في الوقت نفسه وتفعل رواد مواقع التواصل مع الحدث حيث عبر الكثيرون عن اندهاجهم من الموقف برمته ومآلاته وكذلك الطريقة التي تعامل بها والد العروس مع الموقف وإمكانية تجاوزه بطريقة أهدئ من ذلك وكتب أحد المتابعين يمكن مكبرين الموضوع لكن حتى لو طلب ما يصير تردهم وأيضا الشاب كان بإمكان أن يتحدث مع العروس ويقول لها أريد رؤيتك بدون مكياج بطريقة لبقة لأنه من حقه أن يراها بدون مساحيق تجميلة وكتب آخر خير ما فعل والد العروس فما رأيك فيما فعله والد العروس في الجاهة فهل تعتقد أن ما فعله كان التصرف الصحيح أم أن هناك تصرف أفضل كان يمكن القيام به